موسيقى مشاهدين عوضي لنتابع بيئة فقراتنا وبأول فقرة رح منفوت على عالم التغذية مع ميراي رزق قرباني ضمن فقرة جود فود رح نتعرف سوا معها على موضوعها بهيدا التقرير مرحبا شو هن المأكلات والمشروبات يلي لازم نتجنبها مع التهاب المفاصل لنعرف أكتر تابعوني بحلقة اليوم من جود فود تعرفوا أنه بعض المأكلات والمشروبات بتزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وممكن تخلي العوارض اللي عنا حتى تصير أسوأ رح نحكي اليوم عن المأكلات يلي لازم نتجنبها أو حتى نفضلها بحالة التهاب المفاصل مثلاً عنا الأطعمة المعالجة أي الهيلي بروسست فودز والمشروبات المحلية إذا كان عندنا التهاب المفاصل نعمل خيارات غذائية صحية غير كافة لنعالج العوارض بمعظم الأوقات بس بيقلل من خطر يصير عندنا مضاعفات وبيساعد على تعزيز صحتنا الجيء العامة وتحسين نوعية حياتنا أكيد في عدة أنواع من التهاب المفاصل بس الأستيوارثريتس هي الأكتر معروفة تشمل الأنواع الأخرى روماتورد أيرثريتس القاوت أو ضيء المفاصل سورياتيك أيرثريتس كذلك الأمر كلهم عندهم درجة معينة من الالتهابات اختيارنا للأكل والشرب مع التهاب المفاصل بيأثر على العوارض والصحة العامة أولاً خلينا نحكي عن المأكولات والمشروبات يلي لازم نتجنبها إذا كنا عم نعاني من التهاب المفاصل أولاً عنا السكر المضاف أي الـ added sugar كل العالم يلي بيحدوا من كمية السكر اللي بيتناولوا فيهم يستفيدوا وخاصة إذا كانوا بيعانوا من التهاب المفاصل السكر المضاف موجود بالحلو بالسودا بالبوزة وكثير من المأكولات الغيرة وكمان موجود بالعصاير وما ننسى كمان موجود بالكاتشاب وراء قائق الأمح أي الكورنفلكس في دراسة شمالي تقريباً 200 شخص مصاب بالتهاب المفاصل الروماتزم لاحظوا أنه نشركين أنه من بين 20 نوع من الأطعمة بيّن أنه السودا المحلات بالسكر والحلويات هي أكتر احتمال لذا يدتلون العوارض عندهم تانياً الـ processed والـ red meats اللحوم المصنعة واللحمة الحمرة بعد البحوث تربط اللحمة الحمرة واللحمة المصنعة بالالتهاب هذا بيخلي عوارض الالتهاب المفاصل أنه تزيد مثل الناس يلي كتير بيأكلوا اللحمة الحمرة واللحمة المصنعة معقول يكون عندهم مستوية أعلى من الـ interleukin 6 وCRP وكذلك الـ homocysteine هذه كلها علمات للالتهابات وجدت الدراسة يلي عملت تقريباً على 200 شخص مصاب بالالتهاب المفاصل أي الروماتزم أنه اللحمة الحمرة بتأدي عادة لتزيد عندهم عوارض الالتهاب دراسة غيراً عملت على تقريباً 2000 شخص بيأت أنه الأنظمة الغذائية النباتية اللي ما فيها لحمة حمرة أبداً بتحسن كتير من عوارض الالتهاب المفاصل ثالثاً نرجع بنحكي عطول عن الـ gluten المأكولات التحتوي على الـ gluten مثلاً gluten هي مجموعة من البروتينات موجودة بالأمح والشعير والراي والحبوب غيرها ربطت الأبحاث بزيادة الالتهابات واقترحت أنه الابتعاد عن الـ gluten بيخفف كتير من عوارض الالتهاب المفاصل الأشخاص المصابة بمرض الترابات الهضمية أي سيليك ديزيز عندهم كمان خطر الإصابة بالتهاب المفاصل أو الروماتزم أعلى بكتير من يلي ما بيعانوا من هالمرض كمان اتباع نظام غذائي نباتي خالي من الـ gluten بيقلل من نشاط المرض وبيحسن كتير من الالتهابات ومع هيك نحن بحاجة للمزيد من البحوث لنتأكد إذا كان النظام الغذائي الخالي من الـ gluten حيفيد الأشخاص المصابين بالـ rheumatism رابعاً نحكي عن الـ highly processed food الأطعمة المعالجة بتميل الأطعمة المعالجة مثل الوجبات السريعة الـ fast foods والـ breakfast series أي رقائق الأمح والمأكلات المخبوزة إنه تكون غنية بالحبوب المكررة غنية بالسكر المضاف والمواد الحافظة الفريكتوز وغيرها من المكونات يلي بتسبب الالتهابات لحالة وكلها بتأدي إنه تخلي عوارد الالتهاب سوء بشكل كتير كبير بتزيد هالأطعمة من خطر الإصابة لحالة بالـ rheumatism من خلال مساهمتها بالالتهاب السمنة كذلك اللي هو أيضاً أحد عوامل خطر الإصابة بالـ rheumatitis لأنه بزيد من الالتهابات بالإضافة في دراسة عملت على خمسين شخص مصاب بالـ rheumatism تبين إنه يلي بيتناولوا كميات أكبر من الأطعمة المعالجة الـ processed food والمكررة زادت عندهم عوامل خطر الإصابة كذلك بأمراض القلب ومستويات أعلى من الـ HbA1c وهو علامة طويلة المدى للتحكم بنسبة السكر بالدم بالعموم بتأدي الأطعمة المصنعة لسوء صحتنا العامة وزيدة خطر الإصابة بأمراض أخرى وأهم السمنة خامساً زيوت النباتية والـ vegetable oils بعضاً الأنظمة الغذائية العالية بدهون الأوميغا 6 وخفيفة بالأوميغا 3 بتأدي لسوء العوارض أليمه خاصة عن الركبة يلي هو شيع معروف بالأستيو أيرثريتس وروماتويد أيرثريتس هالدهون ضرورية للصحة بس عدم توازنها بين الأوميغا 6 والأوميغا 3 بيزيد من خطر الالتهاب الأوميغا 3 موجود بالأسماك الزيتية مثل السالمن من البذور الخضروات الخضرة بينما الأوميغا 6 موجود بالسمن النباتي زيوت الطبخ مثل زيت الدرع دوار الشمس والسوية وخاصة زيت الكانولا ضمان توازن بين هالأنواع من الزيوت بيحسن من عوارض التهاب المفاصل نصيحة نستخدم زيت الزيتون كمثال للزيت يلي بيحتوي على نسبة من خفضة من الأوميغا 6 مع زيادة تناول الأسماك الدهنية مثل السالمن عن جديد وبيساعدنا على تحسين نسبة الأوميغا 6 للأوميغا 3 سادسا المأكولات العالية بالملح foods high in salt يلي بتحتوي على نسبة كتير عالية من الملح تقليل الملح مفيد كتير للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل بتشمل الأطعمة يلي هي بتحتوي على نسبة عالية من الملح مثلا عندنا الشوربة المعلبة الجاهزة البيتزا بعض أنواع الجبنة لحمة المصنعة أكيد وكتير من المأكولات المصنعة غيرها لقيت دراسة عمل سنة 2019 أنه التهاب المفاصل كان أكتر شي موجود عند الفقراني اللي تناولت نظام غذائي عالي بالملح مقاررة من يلي كان نظام الغذائي بيحتوي على كمية أقل من الملح تناول كميات كبيرة من السوديوم عامل خطر للإصابة بأمراض المناعة الذاتية لحاله يعني الأوتوئيميون ديزيز مثل التهاب المفاصل أو الأسرايتس لأنه الملح بيأثر على العمليات المناعة عندنا بيؤدي كذلك لارتفاع الالتهابات سابعا الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من يلي بنسميهم الأي جي إيز Dietary Advanced Glycation End Products وهي جزئيات بتنعمل من خلال التفاعلات بين السكر والبروتيين والدهون وهي موجودة بشكل طبيعي بمأكولات الحيوانية اللي منا مطبوخة وبتتشكل من خلال طرق الطبخ يلي نحنا بنستعمله بتشمل هالمأكولات اللي بتحتوي على نسبة عالية من الأي جي إيز لأطعمة الحيوانية الغنية بالبروتيين والدهون المقلية بس أو المحمصة أو يلي من شوية على الفحم مثل مثلا البيكن الاستيك المشوي على الفحم أو المقلة الجيج المشوي كذلك على الفحم أو المقلة ما ننسى الهوت دوغ البطاطا المقلية الجبن السفرة وخاصة الجبن السفرة المطبوخة سمن المارغارين النباتي المايوناز بس تتراكم هالمواد بكميات كبيرة بجسمنا بيصير عندنا عملية التأكسد وبيزيد الالتهاب بيرتبط التأكسد وتكوين الأي جي إيز بتطور المرض عند الأشخاص المصابين بالألترايتس أشخاص المصابين بالتهاب الألترايتس مثل روماتولد ألترايتس ممكن كتير أنه يكون عندهم مستويات أعلى من الأي جي إيز بجسمهم مقارنة بيلي ما بيعانوا منا تراكم الأي جي إيز بالعظم والمفاصل بيلعب دور مهم بتطور الأستريو ألترايتس نستبدل هالأطعمة اللي بتحتويها النسبة العالية من الأي جي إيز بأطعمة مغذية كاملة مثل عن جديد الخضرة الفواكل بقليات السمك المدهي مثل السامن أو التونة أو السردين بيقدل كل هيدا لانخفاض مستوى الأي جي إيز بجسمنا تامنا ما ننسى نبيض الأحمر وكل الكحول الغيرة صحيح أنه البيض الأحمر بيحتوي على مادة الريسفيراترول وهو مضاد للأكسا دي اللي هي أكيد فيها وفوائد صحية لكن حيلا نوع من الكحول عنده جوانب سلبية أنا ما بوصي بشرب الكحول كوسيلة الوقاية من التهاب المفاصل أو إدارة عوارده دل أسباب التالية شرب الكحول مرة واحدة بالأسبوع أو أكتر بيزيد من خطر الإصابة بالأستريو ألترايتس لحاله بيزيد استهلاك الكحول كذلك من مستويات اليوريك أسد بالجسم مما بيساهم خطر الإصابة بالجوت أو ديء المفاصل تاسعا سويتن درينكز يلي هي المشروبات المحلات بالسكر مشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية كلها بتزيد بشكل كتير كبير من خطر الإصابة بالأرترايتس في دراسة عملت سنة 1919 كمية على أشخاص بيليغين تتراوح عمارهم بين 20 و30 سنة يلي شربوا المشروبات المحلات بالفريكتوز خمس مرات أسبوعيا أو أكتر كان عندهم خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بثلاث مرات أكتر مقاررة بيلي بيتناولوا لعليل أو ما بيتناولوا أبدا هالمشروبات مشروبات اللي بتحتوي على الفريكتوز بتأدي أيضا لزيادة كذلك يوريك أسد مما بيأدي مثل ما إلنا لزيادة ديء المفاصل بتحتوي المشروبات الغازية وغيرة من المشروبات المحلات على السكر الأسبرتام الفوسفاريك أسد مما بيأثر أيضا على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم اللي هو كتير ضروري لصحة العزام عاشرا القهوة وفقا لمؤسسة التهاب المفاصل مش واضح إذا كانت القهوة مفيدة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أولى من ناحية هو بيحتوي على مضادات أكسدة بتساعد من تقليل الالتهابات بس من ناحية أخرى لازم الناس تنتبه لمستوى الكافيين لأنه ممكن أنه يزيد من مستوى اليوريك أسد إذا كنا منحب ناخد فنجين قهوة من الأفضل أنه ما نستهلك أكتر من كباية لتنين باليوم نتجنب نشرب القهوة ضغرة قبل النوم نتجنب إضافة كتير من السكر أو الكريمة على القهوة أو المبيض ومنحكي كذلك عن الحليب بعض الناس بتلاقي أنه الحليب ومنتجات القلبين والأخرى والأجبان بتأدي لردة فعل التهابية لكن هيدا الشي مش صحيح عند الكل بعض الناس تستفيد كتير من أنه توقف منتجات القلبين والأجبان لكن بعضها الآخر لا إذا كنا منتحمل الحليب فهو مصدر كتير جيد للفيتامين دي والكالسيوم لازم نختار مرتجات القلبين والأجبان القليلة أو الخالية الدهون لتقليل خطر زيادة الوزن والدهون الغير صحية في كتير أسئلة متداولة عندي بالعيادة من الأشخاص اللي بيعانوا من الروماتزم باختصار شو هي المأكولات اللي بتجعل التهاب المفاصل الأسوأ الأطعمة اللي بتجعل التهاب المفاصل الأسوأ بتشمل الأطعمة المعالجة الأطعمة اللي بتحتوي على الملح السكر والسكر المضاف الأطعمة اللي بتحتوي على نسبة عالية من الأي جي بيس وأي المنتجات النهائية ومثل ما قلنا البيكن وكذلك اتباع نزام غذائي بيحتوي على نسبة عالية من الأوميغا سيكس وأقل من الأوميغا سي فإذا شو هي الأطعمة المفيدة لالتهاب المفاصل اتباع نزام غذائي متوازن بيوفر مجموعة من مضادات الأكسادة والمواد الغذائية الأخرى مفيدة لأي شخص وخاصة المصاب بالتهاب المفاصل وهي دا بيعني التركيز على الفواكه الخضرة الطازة الحبوب الكاملة أكيد زيوت الصحية على طول نرجع نحكي على أهمية زيت الزيتون فكروا على طول بتجربة مديترينيان دايت أي نظام الغذائي لشرق المتوسط من أكتر الأطعمة المضادة للالتهابات يلي ممكن نتناولها هي الأفوكادو أكيد ما ننسى السامن لأنه غني كتير بالأوميغا 3 التوت البروكولي الكركم بس مش على شكل بودرة لأنه غير فعال نجب نستعمله كمكمل غذائي تقريبا بين الألف وألف وخمسمائة ملي جرام يوميا هي الحاجة لكن نضف له البابيرين أي البهار الأسود لضمان لأمتصاص الجنجر لأنه فيه البيوفلافونويت أكيد مثل الكوارستين شو هي المأكولات الغنية بالكوارستين كمان مهمة ما ننسى الخضرة الخضرة الحمضيات والفواكه مثل التفاح التوت على أنواعه الكرز البصل الشاي الأخضر أما شو هي الفواكه والخضرة اللي منا منيحة لالتهاب المفاصل بعض المأكولات مثل البتنجين البنادورة البطاطا والفلايفلي يمكن بتقدي لسوق الأليم والتهاب المفاصل كل هيدا جزء من عائلة بتنجينيات من سامية تحتوي على مادة هي السولانين كل هالمأكولات مننا عم بيساعدنا لتفادي الالتهابات للأشخاص اللي بتعانم من ديء الروماتويد آيثريتس أو التهاب المفاصل ومأكولات غيرها بتساعدنا لتجنب الالتهابات سو كله بالنظام الغذائي وأكيد ما ننسى نمط الحياة وممارسة الرياضة إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم يلي هي كانت مخصصة لمرض التهاب المفاصل وبلاقيكن بحلقة تانية أسبوع الجي بموضوع جديد بي جود فود